انطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر كهرباء الخليج 2023 سيجري الخليج والذي بدأ بجلسات عدة جلسة رئيسية تحدث فيها معالي اسهيل المزروع وزير الطاقة والبنية التحتية عن أهمية هذا القطاع الحيوي وأهمية الاستثمارات فيه خصوصا وأن دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الماضية شهدت نمو كبير ونمو في الطلب على قطاع الطاقة فأيضا يتزامن هذا المؤتمر قبل أسابيع من انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 28 هنا في دولة الإمارات وأهمية أيضا البحث عن بدائل لحماية الكوكب وأيضا تقليل الانبعاثات الكربونية المختصين أو أكثر من 800 مختص وخبير ومسؤول من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى شركات إقليمية وأخرى دولية يشاركون في هذا المؤتمر لبحث تجاربهم خبراتهم وآخر ما توصلوا إليه في مجال الطاقة الكهربائية وخصوصا مشاريع المستقبل القريب وحتى البعيد دول مجلس التعاون الخليجي لديها مشروع الربط الخليجي وأيضا هناك مشاريع قائمة في الفترة الحالية وأيضا مشاريع مستقبلية مشروع الربط مع دولة الكويت وأيضا دولة الإمارات وسلطنة تعمان هي المشاريع القائمة حاليا أيضا هناك مشاريع خارج الإقليم مشروع الربط مع جمهورية العراق والذي يتوقع أن يتم الانتهاء منه مع نهاية العام المقبل 2024 أيضا هناك مشروع آخر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يتوقع أن يتم العمل به والانتهاء من خلال الثلاث سنوات القادمة والذي بإمكانه ربما مستقبلا أن يتم الربط مع دول أخرى خارج الإقليم ربما قارت أفريقيا وحتى قارت أوروبا إذن أهمية تكاتف جميع الدول وجميع المختصين في الإقليم من أجل مستقبل هذا القطاع الحيوي والذي يساهم بدور كبير في التنمية المستدامة وأيضا الازدهار الذي تشهده دول المنطقة شمسة ترجمة نانسي قنقر